هذا الضرامج برعاية مؤسسة خيري الخيرية الهلال الأحمر القطري IHH بنك دخان مؤسسة غزي بيستيك غزة غوث كنبطهم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله يقول الله تعالى في صورة الفرقان وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا قال تعالى وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزولوا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى وبما أننا في عيد الفطر فالدراسات الاقتصادية تقول أن الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية تتحول في كثير من الأحيان إلى مناسبات للإسراف والتبذير لدى البعض فما هو ضابط عدم الإسراف في الأعياد والمناسبات وكيف يمكن استلهام موقف الشريعة الإسلامية من الإسراف والتبذير في الواقع المعاش كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف حلقة اليوم الدكتور محمد يسري إبراهيم الداعية الإسلامي أنا وسلم بفضلتكم وتقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم وعيد مبارك ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر الكريم اللهم أمين كما يسعدنا مشاهدين الكرام أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواطسة الذي يظهر على الشاشة الآن فضل الدكتور في البداية ما معنى الإسراف والتبذير وما الفرق بينهما الحمد لله وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى الإسراف ورد في كتاب الله تعالى مرارا وورد فعله كثيرا وورد ذكر المسرفين مرات عديدة كما ورد التبذير وجاء خبر المبذرين في كتاب الله فالإسراف من حيث اللغة من الفعل أسرف يسرف إسرافا إذا أنفق المال فيما ينبغي فوق ما ينبغي بمعنى أنفق المال في موضعه لكنه تجاوز به الحد والمعنى الأعم للإسراف هو مجاوزة الحد المشروع والحد المشروع دائما أبدا هو الاعتدال فكأن الإسراف مجاوزة الاعتدال أو مجاوزة الحلال إلى الحرام فهذا معنى الإسراف بشكل عام إذا جاوز الإنسان المباح إلى المحرم أو جاوز الاعتدال إلى الزيادة المنقوطة فقد وقع في الإسراف حتى لو كان حلالا حتى لو كان حلالا وهذا بشكل عام والله تبارك وتعالى نهى عن الإسراف وعن صوره وأشكاله في كتابه كما جاء ذلك أيضا النهي في السنة مطهرة ومثل هذا يكون التبذير إلا أن التبذير يختص بالمال فالإسراف يعم المال وغيره وأما التبذير فهو خاص بالمال هذا من جهة وهذا فرق فرق بين الإسراف والتبذير أن التبذير نثر المال أو تفريق المال في غير جهة مشروعة وهنا يكون الإسراف أعم وأشمل من التبذير وهناك فرق دقيق بين الإسراف والتبذير وهو أن الإسراف إنفاق في الحق ولكن بزيادة أو بطغيان وأما التبذير فالأصل فيه أنه إنفاق بغير حق يبذر المال ينفقه في غير حقه فلا حق أصلا في أن ينفق فالذي ينفق المال مثلا في الحرام فهذا بلا شك بلا شك مبذر لأنه ينفق المال في غير حقه وفي غير موضع الحلال من النفقة ينفق ليعصى الله تبارك وتعالى ينفق ليظهر كبرا أو ليختال على الخلق ولو كان الإنفاق في باب حلال لكن نيته هذه النية نية هذا الإنسان أن ينفق في الكبر وإظهار الفخر والخيلاء ونحو ذلك إذن فرق بين الإسراف والتبذير في أن الإسراف أعم من التبذير ثم الإسراف أصل النفقة في تلك الأشياء مباح لكن يجاوز حد الإباحة إلى الحد الممنوع غير المشروع أما التبذير فكثيرا ما يقع التبذير بأن ينفق المال في غير حقه أصلا ليس هنا حق في هذا الإنفاق والله تعالى ذكر التبذير وذكر الإسراف كلاهما قد ذكر في القرآن الكريم طيب في الأية الكريمة إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين فكرة هذا الوصف كيف نفهم وفضل الدكتور نعم هذا يتفق مع ما ذكرنا من أن التبذير إنفاق للمال في غير حقه في غير حله ومن هنا أتت أخوة الشياطين الشيطان ما صفته الشيطان جاحد لربه كافر بالله تعالى كافر بنعمته فالذي يأخذ المال ولو كان يأخذه من حلال ثم ينفقه في الحرام فهذا جاحد لنعمة الله لم يؤدي شكر نعمة الله لماذا؟ لأنه أصارف نعمة الله فيما حرمه الله لم يؤدي هذا المال إلى حقه أو لم ينفقه في حله وإنما أنفقه فيما حرمه الله تعالى والله تعالى حرم بعثرة المال وتبديد المال وتفريق المال بغير منفع فمن هنا شابه الشيطان من جهة أن الشيطان كافر بنعمة الله وهذا أيضا كافر بنعمة الله جاحد لنعمة الله ولو شكر نعمة الله ما بذر هذا المال وما أنفقه فيه الحرم هذه جهة جهة أخرى أنه شابه الشيطان من جهة أن الشيطان مفسد في الأرض وهو بالإسراف يفسد في الأرض أيضا الله تبارك وتعالى عد المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ولا تطيع أمر المسرفين من هم المسرفون الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون إذن هو شابه الشيطان من هذه الجهة في كونه يفسد في الأرض بهذا المال وهذه جهة مشابهة ثانية للشيطان وأما الجهة الأخيرة فهي أنه إذا عوقب وحوسب في الآخرة اقترن مع الشيطان في النار فصار هو والشيطان كالقرينين في جهنم عياذا بالله تعالى إذن وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فكفورا لنعمة الله تعالى جاحدا بها منكرا لها وهذا أيضا آتاه الله تعالى النعم الواسعة العظيمة فأنفقها في غير حلها فشابه الشيطان والعياذ بالله من هذه الجهات الثلاثة البعض فضل الدكتور يتعامل مع المال أنه هذا مالي وأنا حر أفعل به ما أشاء هذه الفلسفة في التعامل مع المال كيف ترى؟ هذه فلسفة جاهلية لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فأنت مستخلف على المال ولست تملكه على الحقيقة استخلف الله تعالى الخلق فصار المال يأتيني بالوراثة عن أبي ويصل إلى ابني بالوراثة عني فهو يستخلف في مالي وأنا استخلفت في مالي أبي وما جاءني من أموال اكتسبتها أو كذا حقيقتها أن الله تعالى هو الذي ساقها والذي يسر أسبابها والذي فتح الأبواب للوصول إليها فالمال مال الله جل وعلا وأنت مستخلف في هذا المال وهذا المال الذي وصل إليك بطريقة مباحة من الطرق ليس لك أن تنفقه في غير حله وإلا كنت خارجا عن طاعة الله تبارك وتعالى الله تعالى أعطاك الاختيار وهو يثيبك أو يعاقبك فأنت إن فعلت في المال بالرشد والكيس كنت مثابا وإن فعلت بالسفه والطيش كنت معاقبا فهذه الحرية ليست مطلقة لست حرا في أن تعصى الله تعالى بمالك لست حرا في أن تبعثر المال في غير وجوه الإنفاق المشروعة لست حرا في أن تقدم هذا المال لتفسد في الأرض أو لتضر عباد الله أو لتكون سببا من أسباب تعويق هذا المجتمع عن أن يتقدم وينهض ويكتسب ويكون المال سببا من أسباب قوته فأنت تحول المال إلى سبب من أسباب الضعف كل ذلك يعاقبك الله تعالى عليه ولهذا على أصحاب الأموال مسؤولية عظيمة في أموالهم أن ينظروا في هذا المال من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه وأنهم سيسألون بين يدي الله تعالى كما قدمتم في الحديث أنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن هذه الأربع ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه والله تعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون مسؤولون عن هذه الأمانة التي آلت إليهم والتي ملكهم الله تعالى ماذا عملوا فيها كيف نفعوا أنفسهم ونفعوا دينهم ونفعوا عباد الله تعالى بها وهل أضروا أنفسهم وأديانهم وبلدانهم ومجتمعاتهم بأموالهم التي أورثهم الله إن كانوا كذلك فسيلقون عقابا ولهذا الأغنياء يتأخر دخولهم الجنة عن الفقراء لماذا؟ لأنه يطول حسابهم أموال كثيرة فيطول الحساب عليها يعني كلما زاد المال زاد الحساب ما في شك إلا من أنفق في كل باب من أبواب الخير وفتح ذراعيه بالنفقة المشروعة والمباحة والمستحبة والواجبة ولم يقصر ولم يبخل فهذا يخف حسابه حتى لو أوتي المال الكثير لماذا؟ لأنه لا يحاسب إلا بالخير على ما أنفقه من نفقة واجبة أو نفقة مستحبة أو نفقة مباحة لم يخرج فيها عن حد الاعتدال ولم يدخل بسببها في حد الإسراف المذنو بارك الله في الدكتور محمد على هذا الإضاح لو أردنا أن نتحدث عن الأحاديث النبوية أو السنة النبوية الشريفة كيف تعاملت مع الإسراف والتبزير هنا كما تفضلتم حديث سؤال العبد عن ماله من أين أنفقه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه وهنا أيضا حديث أبي هريرة أن الله تبارك وتعالى يرضى لنا ثلاثا ويكره لنا ثلاثا يرضى لنا أن نعبده وأن لا نشرك به شيئا وأن نعتصم بحبل الله تعالى ولا نتفرق ويكره لنا أمورا ثلاثا يقره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وهذه الكراهة فيما يتعلق بإضاعة المال منها ما هو محرم قطعا ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو خلاف الأولى فهذه درجات في الكراهة أو في النهل فأنت قد تنفق في المباحي زائدا عن الحد قليلا فيكون هذا لا حرج فيه وقد يزيد الحد فنصل إلى حد ما يقال إنه خلاف الأولى في النفقة وقد يزيد الحد فنقول هذه نفقة مكروهة يعني إن تركتها أثبت عليها وقد نصل إلى درجة ثالثة في الكراهة وهي الأمر المحرم الممنوع فنقول هذه النفقة أو في هذا الإنفاق في هذا المال محرم لا يجوز هل ممكن نضرب مثل حتى نستوعب هذا الأمر نعم لنقول مثلا أني دعوت عددا من أصحابي إلى وليمة ونحن سوف نتناول طعام العشاء في مطعم مثلا ونحن ثلاثة فجئت بأكل لخمسة مثلا فهؤلاء الثلاثة سيأكلون ما يكافي وأكل ثلاثة إذا زادوا سيصلون إلى أربعة طيب هذا الطعام الذي هو لخامس من سيأكله إذا علمت أن أحدا من هذا المطعم سوف يأكل هذا الطعام أو إذا كنت سأأخذ هذا الطعام فأتصدق به فهذا أمر مباح توسعت فيه ولا حرج علي جيد خلاص لكن إذا كنت سوف أتركه وأنا لا أدري هل سيأكل أم سيرمى فقد وقعت في الأمر المكروه لأني لا أدري أما إذا علمت قطعا أن هذا المطعم سيأخذ هذه الأطعمة الطازجة المطهية الطيبة فيذهب بها إلى سلة المهملات فقد ارتكبت حراما وهذه أكلة لثلاثة أفراد أو لخمسة أفراد ومحصورة فكيف إذا كنت سأصنع وليمة لعشرة أفراد وأات فيها بطعام لمئة فيأكل العشرة ثم يبقى هذا الطعام لا أستطيع أن أتصرف فيه فيذهب بعضه إلى سلة المهملات هذا لا شك أنه أشد تحريما لأن الإسراف وقع أكثر وأكبر فهذه الدرجات التي يمكن من خلالها أن نفهم كراهة وتحريم طيب أفضل دكتور كان محرك يسير سؤال مهم نعم بعض المطاعم وبعض الفنادق تقوم بعمل أبنبو فيه مائدة مفتوحة والناس تذهب إلى هناك وتأكل في الطعام بعض الفنادق أو بعض المطاعم هذا الطعام يرمى ولا يسمحون بأخذ تكوي يعني أخذ الناس بقي أكلهم معهم وهذا الطعام يرمى في النهاية هل هناك وزر على من يذهب إلى هذه الأماكن ويأكل فيها هو يحجز على حسب عدد الناس معه لكن يعلم بعد ذلك أو علم بعد ذلك أن هذا الطعام نهايته إلى القمامة إذا كان ذلك كذلك فهذا أمر غير مشروع وعليه أن يشترط على هذا المطعم أن يستاقى ما بقي من الطعام ليتولى هو الصدق به أو توزيعه وفي بعض الجهات يوجد ما يسمى بمراكز حفظ النعمة يأخذون هذا الطعام المتبقي يذهبون به إلى بيوت المتعففين فيكسب من هذا الذي بذل هذه الوليمة يكسب أنه دعا أصحابه وأكرمهم ثم إنه تصدق بعد ذلك على فقراء ومساكين من أهل الإسلام أو من غيرهم فهذا يثاب عليه أما أن يأخذ هذا الطعام الكثير الوفير إلى سلة القمامة فهذا فيه كفر لنعمة الله تبارك وتعالى وفيه إضاعة للمال وفيه عودة إلى طرائق أهل الجاهلية عياذا بالله تعالى وفيه أيضا مآخذ وملامة على هذا الغني الذي أسرف في الوقت الذي يعرف يقينا أن في بلده في مكانه في زمانه في دولته من يبيت بغير عشاء وهو قادر على أن يوصل هذا الطعام لهؤلاء ولو بنفقة زائدة يكلف من يأخذ هذا المال بنفقة فهذا واجب عليه ليتجنب الإصراف من جهة وليزداد أجرا بالإحسان إلى المسلمين أو إلى الناس جميعا من جهة أخرى إذن الأوبين بوفي أو الطعام المفتوح أو المائدة المفتوحة هذه أولا إذا قلنا بأن هذه الطريقة في الأكل جائزة بما يتسامح به الناس في أن يأكل الناس قليلا أو كثيرا لأجر محدد للفرد فقلنا أن هذا يجوز وأن هذا مما يتسامح به لأن بعض العلماء منع وقال إن هذا فيه شيء من الغبن أو الجهالة أو الغرر الذي يحصل لأنه لا يعلم قدر الطعام الذي يأكله الفرد وبالتالي يكون المال غير منضبط هنا لكن إذا قلنا أن هذا مما يتسامح به أو مما جرى به عرف الناس أو أن له صورا عند الفقهاء بإجازته فيبقى أن هذا الذي دعا إلى هذه المائدة المفتوحة عليه أن يكون حريصا على ما بقي من هذا الطعام فلا يرمى ولو كان سيأكله العاملون في هذا المطعم إذا كان لا يستطيع أن ينقله إلى الفقراء والمساء بارك الله فيك فضاء الدكتور فضاء الدكتور بما أننا في عيد الفطر وكلها محرك بخير والأم الإسلامية بخير إياكم إن شاء الله وفي الأعياد والمناسبات الدينية يكون هناك يعني توسع على الأهل نعم في نفس الوقت اقتصاديا هناك حالة إنفاق كبيرة تحدث من الأسر حول هذا الأمر ما هو الضابط بين فكرة التوسع على الأهل وعدم الإصراف والتبذير من جهة أخرى التوسعة مستحبة وهي من أعراف المسلمين المستقرة في الأعياد أن المسلم يوسع على أهل بيته والأدلة العامة والوقائع الخاصة تشهد لهذا الله تعالى قد قال وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إذن فتح هذا الباب باب الأكل من الطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق إذن هذه أبواب من المباحات والطيبات التي تدخل السعادة والفرح والبشرة والسرور على أهل الإسلام لا سيما بعد جهد بذل في طاعة الله وبعد فرحة بإتمام عدة الأيام المعدودات التي دعان الله تعالى إلى صيامه إذن التوسعة مستحبة مشروعة لا خلافة في ذلك ولكن الممنوع هو الإسراف والإسراف إنفاق فيما ينبغي فوق ما ينبغي ينبغي أن نوسع لكن التوسعة التي لا تخرج عن حد الاعتدال أو التوسعة التي لا تدخل بنا في الحرام كيف ذلك؟ لو أنني سوف آتي إلى مائدة العشاء بطعام يكفي خمسة مثلا فآتي بعشر طعام يكفي عشر طيب هذا الطعام ما مصيره؟ ما مآله؟ إذا كان مآله كما قلنا قبل قليل إلى سلة المهملات فهذا لا يجوز وهذه توسعة محرمة أما إذا كان مآله إلى الفقراء والمساكين أو كان مآله إلى الجيران المتعففين أو كان مآله إلى أن يذهب إلى الجهات التي تعاني نقصا كهذه الأرض الطيبة المباركة التي يعاني أهلها الجوع بل يموت أهلها من الجوع اليوم في غزة وفلسطين فهذا عمل يثاب عليه المسلم ولا يمكن بحال أن يكون هذا داخلا في الإسراف لماذا؟ لأنه فعل خير وعلماؤنا يقولون لا إسراف في الخير لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف لا إسراف في الخير وينعكس هذا فيصح أن نقول ولا خير في الإسراف فأنت كما يقول إمام أحمد لو أنك جمعت الدنيا بملذاتها وما فيها في لقمة ثم وضعتها في في أخيك يعني في فام أخيك لم يكن هذا إسراف لم يكن هذا إسراف الشافعي رحمه الله يقول لا إسراف في الخير يعني لو أنت أنفقت النفقة العظيمة في إغاثة أهل غزة وأنفقت النفقة العظيمة فأرسلتها إلى أهل الإسلام في بلاد شتى كشمير وبرمة وغيرها من البلاد الفقيرة التي تحتاج فهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يعد عملا من أعمال الخير الذي تثاب عليه والذي يأتيك ثوابه في الدنيا عاجلا وفي الآخرات آجلا طيب فاضي الدكتور بما أحكى عرجت على غزة يعني الإحصاءات الاقتصادية تقول أن العرب في فترة الأعياد يسرقون الملايين بالمليارات على الأطعمة والألبسة وأدوات المكياج في المقابل غزة الجريحة التي تئن يموت الناس جوعا هناك هذه المفارقة كيف نفهمها أو كيف نتعمل معها فاضي الدكتور هي مفارقة تحتاج من المسلم الصادق الواعي أن يقف وقفة مراجعة لنفسه أنا في هذا الشهر شوال رصدت ميزانية لنفقة عيالي بما فيها نفقة العيد لنقول أن نفقة العيد سوف تكون ألف ريال مثلا وأعلم تماما أنني أستطيع أن أقلص هذه النفقة إلى النصف وأن أوفر هذا النصف إن شئت وفي نفس الوقت لن أغادر السنة التي تقول عليك بالتوسعة على أهل بيتك في العيد فجعلت هذه الخمسمائة إلى هؤلاء المعوزين هؤلاء الجوعة هؤلاء المشردين هؤلاء الذين يموتون جوعا تحت سمع وبصر الدنيا بأسرها أليس هذا أرض وأتقى لله عز وجل من أن أنفقها بالكامل على نفسي وأولادي متوسعا فوق السعة متوسعا فوق الحاجة فالنفقة فوق الحاجة وفوق القدر الكافي قد تدخل بي في حد الإسراف واختزال النفقة واختصار النفقة وإرسال ما أستطيع إرساله أو التبرع بما أستطيع أن أتبرع به إلى هؤلاء المحتاجين من الجوعا والمرضى والجرح أو المشردين الذين لا مأوى لهم هذا أرض وأتقى لله تبارك وتعالى بكل اعتبار فمن وفق إلى هذا فإنه بهذا ينجو من مؤاخذة على إنفاق في غير حاجته أو في غير طائل أو في غير ما شرعه الله تعالى بالمناسبة الإسراف كما هو زيادة في الإنفاق عن الحد المشروع أو الحد المباح هو أيضا الإنفاق في الحرام يعني لو أنا مثلا سوف آتي إلى حفل أحضر فيه حفلا ماجنا مثلا أو حفلا تدار فيه الكؤوس المحرمة والعياذ بالله فهذا قطعا من الإسراف وإسراف والتبذير قطعا من الإسراف وقطعا من التبذير لأنه على ما عرفنا به التبذير أنه إنفاق المال في غير حقه في غير حله في غير ما شرعه الله تبارك وتعالى ولهذا المبذر كما قدمنا من إخوان الشياطين الذي ينفق ماله ليشرب أو الذي ينفق ماله ليحضر الحفلات الماجنة ولو كان هذا في الأعياد آثم بلا شك آثم بإجماع آثم بغير اختلاف بين أهل الإسلام البعض يقول يعني أن بعد رمضان هناك العيد لابد أن نحتفل التوسعة المشروعة الحرج فيها نعم أحضر إلى هذه الحفلات الحفلات المختلطة التي تغني فيها النساء كاشفات عن صدورهن وأذرعتهن وسيقانهن والمائلات المتميلات ونحو هذه الأحوال التي نراها أو التي يشاهدها الناس فيما يسمى بالفيديو كليب وغيره هذه محرمة بإجماع أهل العلم لا يوجد عالم يجرؤ على أن يقول أن المرأة إذا كشفت عن شعرها ونحرها وصدرها ويديها وذراعيها ثم خرجت أمام الرجال الأجانب لتتغنى بألفاظ خادشة للحياة وتتمايل أو تتراقص أمامهن لا يوجد عالم من أهل الإسلام مهما كان بعده عن الجادة يقول إن هذا مشروع لن يقول هذا إلا فاسق عياذا بالله تعالى إذن مثل هذه الحفلات الماجنة المختلطة التي قد تدار فيها الكؤوس وتعبث هذه الكؤوس بالرؤوس هذه الحفلات يحرم الإنفاق فيها بل يجب إنكارها والنهي عنها وتحذير الناس منها حفظا لأديان المسلمين باركة فيك دكتور محمد دكتور محمد كيف حثت الشريعة على فضلة الاعتدال ما بين البخل والإسراف كيف نعم ذكرتم في صدر هذه الحلقة آية فيها الذين إذا أسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك خواما والله تبارك وتعالى ذكر هذا المعنى حين قال وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَصْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا محسورا وهذا الدين هو دين الوسطي وكذلك جعلناكم أمة وسطا فهذه الوسطية تقتضي أن يكون الإنسان معتدلا نفقا وأنه لا يتوسط بين حرام وحرام وإنما يتوسط في الحلال يتوسط في المباح لا لا وسطية بين حرام وحرام فتأخذ من هذا ومن هذا هذه ليست وسطية شرعية هذه وسطية لا اعتبار لها إنما الوسطية الشرعية أن تلزم هذه الشريعة في مقاصدها وفي أحكامها الجزئية والكلية وبالتالي فالوسطية تقتضي ألا تكون بخيلا بخلا يذهب بك إلى الذنب وأن لا تكون منفقا نفقة تبذر فيها المال وينتهي بك هذا إلى الذنب فهاتين رذيلتين هاتين رذيلتين رذيلة هي الشح البخل ورذيلة هي التقتير ورذيلة هي الإسراف والتبذير وأنت حين تعتدل وحين تستقيم وحين تمشي على منهاج الله تعالى وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم تلزم هذا الوسط تلزم هذا الاعتدال الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول وهو ينبهك فيقول كل ما شئت ولبس ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة كل ما شئت ولبس ما شئت إذا أخطأتك خلتان يعني خصلتان هما الإسراف والمخيل فلا تنفق فوق الحاجة ولا تنفق تريد أن يظهر قدرك وأن يرتفع شأنك وأن تفتخر على الناس بما آتاك الله تعالى على سبيل الزهوي والخيلاء وترك التواضع وهضم النفس إذا لم تكن كذلك فتوسط في النفقة وفعل بعد ذلك ما شئت اختر من الملابس ما شئت واختر من المساكن ما شئت واختر من الأطعمة ما شئت مما يناسب حالك ويناسب زمانك ويناسب مكانك وهذا يعني أن التوسط أيضا نسبي فهناك فقير وهناك رجل متوسط الحال وهناك رجل غني وهناك رجل فاحش الثراء فلا يمكن أن أسوي بين الفقير في النفقة وفاحش الثراء كما لا يصلح أن أطالب الفقير المعدم أن ينفق نفقة فاحش الثراء والغنى لا يصلح أن أطالب فاحش الثراء والغنى أن ينفق نفقة الفقير المعدم لا يصلح هذا وليس هذا من العدل وإنما العدل أن نلبس لكل حالة لبوسها وأن نراعي هذه الأوساط التي يعيش فيها الناس لأن الله تعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق فهذا الذي قدر عليه رزقه من أين ينفق ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه إذا عصرت عليك النفق وكنت ممن قدر عليه رزقه فلتنفق من الوسط الذي يلائمك ويناسبك فإن زدت عليه كنت مسرفا وأما الغني فاحش الغنى والثراء فلينفق أيضا من وسطه وفي وسطه هذا هنا ما هو أيضا إسراف يعني الغني مثلا ينفق في بيته لنقل مئة ألف فاحش الثراء لماذا؟ لأن عنده ضيفان وعنده خدم وعنده يعني مناسبات عديدة يقوم بها فيحتاج إلى أن ينفق مئة ألف فلو أنفق ثلاثمائة ألف وأربعمائة ألف ومليون ربما دخل في حد السرف أما الفقير فهو ينفق عشرة آلاف مثلا لو أنفق خمسة عشر أو عشرين قلنا لو قد دخلت في حد السرف وهذا يعني مما يتفاوت بحسب الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والشريعة ما أعطتنا حدا دقيقا منضبطا لكل فئة من هذه الفئات ولكل بيئة من هذه البيئات وإنما أعطتنا هذه القواعد العامة ثم ردت هذه الاعتبارات إلى العرف العرف طيب فالدكتور يعني لو أرد شخص مسلم أن يقيس نفسه بمعيار محدد هل هو بخيل أم مسرف ومبذل مبذر هل هناك معيار محدد يستطيع أن يقيس بيها عليها نفسه هو هذا المعيار العرفي الذي ضربته قبل قليل قلت لو أن أحدا دخله الشهري عشرة آلاف ولديه خمسة أولاد مثلا وهو ينفق على كل واحد من هذه الأسرة نحو ألف في الشهر فهو ينفق خمسة إلى ستة آلاف على هؤلاء ثم يبقى له شيء يسير يدخره أو ينفقه للطوارئ أو يتوسع به أحيانا في بعض الأمور فهذا على هذا النحو يسير سير المعتدلين يسير سير المقتصدين والنبي صلى الله عليه وسلم قال القصد القصد تبلغوا يعني يلزموا القصد يلزموا الاعتدال فهذا القصد وهذا الاعتدال يصل بك إلى خاتمة المطاف السليمة النهائية طيب لو أنني وأنا بهذه الصفة ذهبت فاشتريت ملابس وأثاث ونحو ذلك بعشرين ألفا وأنا دخلي عشرة هذا يعني أنني سوف أستدين وعندي ما يمكن أن أشتريه بخمسة أو بستة أو بسبعة أو نحو ذلك هذا يدخل بي في هذا الحد طيب لو أنا اشتريت بدلا من عشرين اشتريت بمئة فهذا هو السفة هذا هو السفة والسفيه يحجر عليه يعني هننتقل من مجرد الإثم الأخروي إلى العقوبة الدنيوي شخص يتقضى عشرة آلاف ثم يذهب فيشتري أشياء يترفه بها بمئة ألف فهذا يقال عنه سفيه وليس مجرد مسرف وليس مجرد مبذر بل هذا صار لا يحسن التصرف في المال فلو كان كبيرا لأولاده أن يحجروا عليه أن يمنعوه من هذا التصرف فالبعض قد يلجأ إلى قرد بنكي كي يستطيع في الصيف أن يذهب إلى الدول الأوروبية ويعني يتفسح نعم هذه الظلمات بعضها فوق بعض لماذا؟ لأنك ذكرت أنه يقترد بالربة والاقتراض بالربة كبيرة لا تبيحه إلا الضرورة الملجئة التي لا يستطيع الإنسان فكاكا منها والتي قد يترتب عليها استئصال بدنه استئصال بعض أعضائه استئصال حريته فهو مضطر إلى هذه الدرجة حتى نبيح له أن يقترض بالربة أما الذي يقترض بالربة ليذهب إلى غير بلاد المسلمين ليأتي أفعالا يختلط فيها الحلال بالحرام الفسح والنزه ونحو ذلك فيها ما هو مشروع فيها ما هو ممنوع فيأخذ المال لأجل هذا وهو مقترض بالربة فهذا لا يأتي ذنبا واحدا بل يأتي ذنوبا متعددة وهذا مما يجب أن يؤخذ على يديه وأن يمنع وأن لا يرخص له فيه وأن لا يعانى عليه وإذا كان هذا الرجل له أبناء وله أهل وقرابة فإن لهم دورا مع هذا الشخص في نصحه ومنعه وتوجيه نفقته في الاتجاه الصحيح ولا يعني هذا أن السفر ولا الفسح ولا الخروج ولا التنزه أمر ممنوع بل هو من الطيبات المباحة ما تنضبط صاحبه بالشرع الشريف ما تنضبط صاحبه بالشرع الشريف فإن له أن يذهب في بلاد المسلمين ليقضي حاجته من التنزه والسياحة في هذه البلاد مع مراعاته للضوابط الشرعية في قوله وفعله وكثير من المسلمين بهذه المناسبة يفعلون ذلك صحيح فرد الدكتور هناك بعض الأباء يعني يضيق يده في الصرف على أبنائه من باب الخوف أن هذه الأموال قد تكون مفسدة لهم فيقطر عليهم في معيشاتهم هل هذا الأمر جائز؟ هذا أيضا يعني مما ينبغي الاعتدال والتوسط فيه فالوالد مأمور بأن ينفق على عياله بالمعروف أن ينفق عليهم النفق التي تناسبهم أن ينفق عليهم النفق التي تصلحهم فيعطيهم ما لا يشعر معه بالدنية في مجتمعهم ويعطيهم ما يكفيهم من حاجة أمثالهم بالذات في هذه الأعياد يحتاج هؤلاء الأولاد إلى شراء الحلوى يحتاج هؤلاء الأولاد إلى التنزه يحتاج هؤلاء الأولاد إلى بعض النفقة الزائدة عن أيام السنة العادية فعليها أن يوسع عليهم وهذا فعل الصحابة وفعل التابعين وفعل العلماء الصالحين وفعل أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من بعد فهذا مما اتفقت الأمة على استحبابه ومشروعيته لكن حين ينظر إلى أن المال له بعض الآثار التي قد تضر أبنائه فهو أيضا مسؤول بين يدي الله كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فهو مسؤول عن أن يحفظ هؤلاء الأولاد من شرور المال الذي قد يزيد في يد الشاب أو الفتاة فيكون مفسدة بالفعل لهم لكن المهم حين يمنع أن تكون مفسدة حقيقية وليست متوهمة لأنه يعرف أن أولاده ربما إذا أخذوا المال الكثير ذهبوا به إلى ما يرضي الله عز وجل فعندئذ يكون حكيما بعطائه ومنعه إذن هذه المسألة ترتبط أيضا مرة أخرى بالتوازن ترتبط بالبيئات ترتبط بالأشخاص ترتبط بأحوال الأولاد حال العامل نفسه الذي ينفق ينبغي أن يكون مقدرا في هذه الأمور فهو الدكتور الإصراف نتحدث من بداية الحلقة عن الإصراف في المال وفي الطعام لكن هناك أيضا وجه آخر الإصراف هو الإصراف في الزنوب وهذا تنعكس على الإنسان وأيضا على المجتمع الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إذن المعاصي نوع من الإصراف لماذا المعاصي نوع من الإصراف لأنها من تجاوز الحد المشروع إذا أنت انتقلت من الحلال إلى الحرام فقد دخلت في الطغيان عياذا بالله دخلت في مجاوزة الحد الذي شرعاه الله تعالى فحين تقع منك المعصية هذه المعصية لا تقع إلا على سبيل الإصراف على نفسك فأنت تسرف على نفسك بالمعصية وهؤلاء أهل الإسلام دائما يبرؤون إلى الله تعالى من الإصراف ويستغفرون الله تعالى من الإصراف نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له الذنوب ما قدم منها وما أخر منها وما أسر وما أعلن وما أسرف وما أغفر لي ذنوبي ما أعلنت منها وما أسررت وما قدمت منها وما أخرت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم لكنه يعلم أمته الاستغفار من الإسراف على النفس في الذنوب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهؤلاء المسرفون يؤاخذون بما كانوا يعملون والله تبارك وتعالى بيّن أن أهل الذنوب العامة والخاصة يؤاخذون من الذين يؤاخذون أخذا خاصا من المسرفين وذكر الله تعالى خبرهم قوم لوط والله تعالى ذكر على لسان نبيه لوط أنه قال لقومي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون فهذا إسراف في الذنوب ولهذا عوقب هؤلاء المسرفين بحجارة من طين مسومة عند ربنا سبحانه وتعالى لمن لهؤلاء المسرفين مسومة يعني معلمة أو مكتوب عليها اسم كل من ستناله وتقتله عياذا بالله إذن الإسراف من ألوانه الإسراف في الذنوب وهناك ألوان أخرى تفضل يا دكتور لأنه متوقع خمس دقائق وعنى أسئلة طيب خلاص يعني لو تريد تقول في دقيقة الألوان أخرى هناك حتى في استفاء الحقوق قد يأتي إسراف كيف يعني إنسان قتل له قتيل والله تعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ما معنى لا يسرف في القتل لا يقتل رجلين برجل لا يقتل ويمثل برجل قتل ولم يمثل يعني يقتل ويمثل بجثته فهذه من الزيادة ولا يقتل من لم يقتل في بعض البلاد وفي بعض الأماكن إذا قتل قتيل يأخذون أمامه عشرة يأخذون بأيديهم أو يقتلون من لم يقتل فهذا من الإسراف في استفاء القصاص وهذا منهي عنه هناك ألوان أخرى من الإسراف لكن لا نطيل معنا أسئلة أنت راح على حدثك يقول صاحب السؤال سؤال لو تكررنا هل أفضل الإنفاق على ذوي القرب من أهلنا في بلدنا الأصلية يعني لسرة الرحم وخصوصا في أيام العيد والأوضاع الاقتصادية في البلد صعبة أم الأفضل أن ننفقها لمساعدة أهلنا في غزة الجريحة وهل هو على سبيل الجواز أم الوجوب على سبيل الاستحباب أوصل إلى أهل غزة لأنه مهما يكون أهلك اليوم فقراء ومساكين ومحتاجين فإن حاجة هؤلاء المسلمين الموجودين في هذه البقعة التي حصيروا فيها وأريدوا عن أنفسهم ويبادون إبادة جماعية ويهجرون تهجيرا قسريا لا شك أن هذه الحاجة أمس وأن إغاثة هؤلاء أولى وأن دفعك للزكاة و للصدقات جميعا إليهم ولو في هذا العام هذا من الاختيار الحسن من الاختيار الحسن هذا بشكل عام لكن لو كان مثلا هنا حالة خاصة سوف نفتي فيها هذا أخوه سوف يتزوج وليس عنده مال وأنا سأساعده سنرخص في هذا بلا شك ونرى أن هذا أيضا من الأبواب التي ينبغي أن لا يقصر فيها المسلم إذن أهل غزة أولى وهم بهذا المال أحق في مثل هذه الظروف سواء كانت صدقات أو كانت زكوات و لكل حالة فتية تخصها بارك الله فيك فضاء الدكتور سؤال آخر يقول ما حكم الشخص المسرف المبذر في كل شيء وفي نفس الوقت كثير الصدقات لدرجة أنه يتصدق بمعظم مال ودرجة أنه يسدين ثم يسدد الدين وهكذا فبما تنصح و جزاكم الله خير هذا يحسن في جهة و يسيء في جهة صدقته يثاب عليها و يشكر و أما إنفاقه في الحرام أو تبذيره للمال فهذا ينكر عليه و يحذر فهذا نحبه و نثني عليه و نشكره من جهة و نرفض نفقاته غير المشروعة أو التي يبذر فيها ماله و ننصحه بأن يعود إلى جادة الاعتدال فهو يأثب من جهة و يثاب من جهة أخرى و لا يصلح أن نعطيه حكما واحدا هو آث مطلقا أو هو مثاب مطلقا و إذا وصل إلى درجة من أنه يبذر المال تبذيرا شديدا فكما قلنا هنا في الفقه الإسلامي مبدأ مشروع اسمه الحجر على السفية سؤال آخر يقول صاحب السؤال كيف يكون المسلم معتدل غير مسرف في حين يرى هذا الرجل أن كل إنفاق إصراف أي وصل لمرحلة البخل كيف يعني هو يرى أن أي حالة إنفاق هذه هي إصراف فكيف يكون إنسان معتدل يعني هذا على هذا النحو هذا لا يعد معتدل هذا يعد بخيلا هذا يعد شحيحا و من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون فنحن نقول لهذا ابسط يدك بالنفقة الله تعالى قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط اعتدل و ليست كل نفقة إصرافا بل عندنا نفقة واجبة و عندنا نفقة مستحبة و النفقة الواجبة و النفقة المستحبة لا إصراف فيها بإجماع العلماء ولو كانت كثيرة نفقة واجبك الزكاة نفقة مستحبة كالصدق فأنت يجب عليك أن تؤدي الزكاة و ليس في هذا إصراف و يستحب لك أن تعطي من مالك إن في المال حقا سوى الزكاة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لك أن تقدم لنفسك و أن تعمل لما بعد موتك و أن تقرض الله تعالى قرضا حسنا لأن الله تعالى استقرضك و طلب منك أن تنفق في وجوه الخير و البر و وعدك على ذلك الثواب الجميل و الأجر الجزيل فلا ترغب عن هذا و تقول إن هذا إصراف الإصراف محل فين؟ محل في المباحات في النفقات المباحة طعاما و شرابا و ملبسا و مسكنا و متجرا و إلى أخير سؤال أخير فضل الدكتور يقول أو تقول صاحبة السؤال هل عمليات التجميل من الإصراف؟ عمليات التجميل على منحين منحة مشروع و منحة ممنوع فالمنحة الممنوع نعم إصراف المنحة الممنوع إصراف هذه تريد أن تغير خلقتها بعدما كبرت سنها و انحنى ظهرها و عمل فيها الزمن عمله فكما قال القائل تدس إلى العطار ميرة أهلها و هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ يعني هذه تريد أن تغير الخلقة بشكل يخالف سنة الله تعالى في خلقه هذه العمليات من هذا النوع ذات التغيير الدائم للخلقة هذه عمليات محرمة لا تجوز و بالتالي لا يجوز الإنفاق فيها و تكون من الإصراف و هناك عمليات مشروع لتعديل عيب في الخلقة و ليست الخلقة سوية من أصلها عيب خلقي موجود أو شيء يترتب عليه ضرر كبير أو مرض يتفاقم فعندئذ يجوز و كذلك العمليات التي تكون على وجه التغيير المؤقت و ليس التغيير الدائم مما يراد به التزين هذه أيضا يرخص فيها العلماء و هذا القدر لا يكون ممنوعا و لا يكون مذموما و لا يكون الإنفاق فيه إصرافا و الله أحب أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ دكتور محمد يسري إبراهيم دعي الإستماع على وجهتك منا شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة تعد هذه الحلقة في الثانية والنصف جنب توقيت مكة المكرمة أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزاكم الله خير سلام و بارك الله فيكم الله يكرمكم اشتركوا في القناة